نرحب بكم بدرس جديد بعنوان أنواع الفعل كفايتنا لهذا اليوم أن يوظف الطالب القواعد النحوية التي درسها أنواع الفعل المضارع والماضي والأمر أن يذكر الطالب أنواع الفعل أن يصنف الطالب الأفعال المعروضة عليه إلى ماضي ومضارع وأمر أن يحول الطالب الأفعال المعروضة من مضارع إلى ماضي وأمر وأن يستنتج الطالب القاعدة النحوية بالدرس لنتمكن من معرفة نوع الفعل عليك أن أن تبيز بين الفعل وغيره من أنواع الكلمات كالاسم والحرف وأن تحدد زمن الفعل والذي عن طريقه نستطيع تحديد نوعه ينقسم الفعل إلى ثلاث الماضي والمضارع والأمر الماضي هو الفعل الذي حدث وانتهى حدث في السابق مثل كلمة كتب المضارع هو الفعل الذي يحدث الآن أو في المستقبل مثل يكتب نكتب تكتب وأكتب الأمر يدل على طلب وقوع الحدث مثل أكتب ويكون الفعل الماضي مبني على الفتح حيث ستكون الحركة في آخر الكلمة فتحة أما الفعل المضارع مرفوعا بالضمة والفعل الأمر مبني على السكون لنعين الفعل في الكلمات التالية سيف نحب مركزا لعب زورق إحذر يتعلم الأفعال هي نحب لعب إحذر يتعلم وباقي الكلمات أسماء والآن لنحدد الفعل المضارع فيما يلي لنتذكر إن الفعل المضارع مرفوع بالضمة ضحك ينظر أنام ابتعد تخيط الفعل المضارع هو تخيط أنام ينظر آخرة ضمة أما الفعل الماضي لنحدده الآن من بين هذه الكلمات شرب تركض سافر يلعب أكل الفعل الماضي هو أكل سافر شرب كلها أفعال حدثت وانتهت أما الفعل الأم لنحدده الآن من بين هذه الكلمات انتبه قم ساعد ابتسم يجتهد فعل الأم مبني على السكون وسيكون آخر الكلمة سكون مثل ابتسم قم انتبه والآن لنحدد نوع الفعل في الجملة التالية قرأ أنس القرآن متدبرا قرأ قرأ فعل ماضي يستمع المصلي للخطبة منصتا يستمع الآن فهو فعل مضارع يا محمد اشرب الماء بكثرة اشرب فعل أمر احترم والديك احترم والديك فعل أم يحفظ يحفظ الطالب على نظافة مدرسته يحفظ فعل مضارع يجلس ابراهيم على المقعد بهدوء يجلس الآن مضارع كان هذا درسنا لليوم ونلقاكم ان شاء الله في درسنا لليوم